السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمواقع الذكاء الصناعي العربية وناس AI كل شوية بيتطور وكل شوية بقى في حاجات جديدة يعني هو بدأ يزود الكاتب الذكي ان انت تدي له موضوع معين هو يبدأ ان هو يكتب فيه ان انت تقول له انا عايز اعمل مسلا صورة معينة هو يبدأ ان هو يعملها لك المبرمج الذكي تقدر ساعدك في البرمجة عندك صوت تقدر تفرغوا النص في محاضرة انت حضرتها فتقدر ان انت تحولها لكلام مكتوب فيه تعليق صوتي في اي اي فيديو في اي اي يوتيوب تدلو الفيديو على اليوتيوب اللي ممكن يكون ساعة ساعتين يبدأ ان هو يحول لك لتكست ويبدأ ان هو الخصولك وتقدر ان انت تسأله في الفيديو نفسه او الموضوع نفسه ففي شوية مزايا كل شوية بتحصل فيه لوحة التحكم من التقدمة طيب تعالوا نشوف التكلفة بتاعته ممكن تجربوا واحد دولار في الشهر او في برونز بلاند في ستة دولار في الشهر طيب انا عام تسجيل دخول فانا تقريبا مخلص الرصب بتاعي دي المساعدات بتحتي هنلاقي مثلا المحرر نص الزكي اي 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 ممكن تقول له بقى انا عايز تعلخص لنص معين يكون عندك تكست كتير فاتده وتلخصه ممكن تقول له اعايز توليد مقالة صغيرة وتختار بقى الموضوع والعايز العرب والانجليزي ممكن نختار مسلا موضوع عن غزة وتقول له عايز تعلخص كلمة فقبل ان او اكتب لك كلمة تكستبعه وفي الكاتب الزكال الصناعي هتلاحك كتير جدا زي بس هنتدي له منتج هو يكتب لك الوصف بتاعه هتدي له مشكلة هو يبدأ ان هو يحلل لك المشكلة حقا تخصم مثلا بالعلنات فيسبوك وانستجرام وهكذا وجوجل حسب ده القسم اللي انت عايز تبدأ ان انت تدخل جواه طيب ممكن تقول له مسلا انا عايز ادخل مسلا على المحل البصري مسلا اه فبيقول لي تركية الخطة طيب زي ما تشافوا هو بيحط مزايا كتير جدا ان شاء الله يكون مفيدة وتمنى تدربوه وندعم الموقع العربية